أشهدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي خلال اجتماعها الدوري في عدن أشهدت بالجهود التي تبدلها القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها للتصدي لعناصر الإرهاب وتطرف وأشددت الهيئة على ضرورة رفع الجاهزية واليقابة الأمنية في عموم محافظات الجنوب داعية في السياق المواطني للتعاون مع الأجهزة وسرعة التبليغ عن أي عناصر مطلوبة أمنية وأي تحركات مريبة تهدف إلى إقلاق السكين العامة كما حدت الهيئة في اجتماعها حكومة المناصفة للقيام بواجباتها في توفير الدعم والإسناد اللوجستي للقوات الأمنية